حتى الدعم شفنا ولي العهد موجود وشارك مع اللاعبين يعني أنا يمكن بروح أنه في ضغط عالي على لاعبيننا لكن إحنا زي ما تفضل كابتن عثمان المدير الفني هو اللي مفروض يكون مهيئ ومجهز الموضوع النفسي النعم النفسي أنه كيف اللاعبين بدهم يتعاملوا مع هاي الأجواء ومع هاي المبرأة حتى الموضوع النفسي زائد الموضوع الفني بارتبطه مع بعض يعني إذا الكابتن عموتة اتخذ قرارات فنية بتساعد على رفع الحالة النفسية أكيد هذا الحكي راح نشوفه خاصة في بداية الامبراء لازم تكون ثقتنا بحالنا عالية لازم يكون جرؤتنا زيادة عن اللزوم لازم يكون مورين المنافس أنه إحنا مش خصم جاي أنت تأخذ عنده نقطة أو ثلاث نقاط لا هذا الحكي ممنوع فبالتالي الموضوع الفني القرار الفني في بداية الامبراء شيء مهم جدا زائد استراتيجيات المباراة يعني أكيد هذا الحكي راح يكون موجود جميل جدا قبل الحش فنيا وما إلى ذلك بدي أنا نروح للجهة المقابلة فيصل طيب صورتنا وصولنا للنهائي وإحنا كنا عارفين كيف كان وضع النهائي هذه الصورة هاي الصورة شو أثرها على المنتخب التجكستاني شو راح يكون شو راح يأثر عليه وبين إضافة للجمهور ومينة حكى نقطة لكابتن عثمان اللي وصلنا له بآسيا خلى الفرق تحسب حساب أنه إحنا فريق بطل فريق يعني مش فريق عادي مش فريق سرنا إحنا من الفرق التحت أو فرق الوسط إحنا سرنا من فرق القمة فهذا الشيء بعطي يعني حسابات كثيرة لطجكستان وبعطيهم يعني خلنحكي انطباع الجدية أكيد أنه مش راح يلعب مع فريق سهل مش راح يلعب مع منتخب يعني خلنحكي سهل إنك تفوزها لي أو سهل إنك تأخذ تعادل منه أو شيء إحنا فريق فريق قمة فريق عالي فريق عنده عناصر عنده عناصر جيدة جدا وعنده مدرب كمان يعني ممكن أنه يعني بأفكاره وبيقراته للمبريات وبالأخص مع فريق تجكستان إحنا سرنا لعبين معهم لعبنا معهم بآسيا ولعبنا معهم بالتصفيات فباعتقادي أنه عنده الخلفية كيف نقدر نجاري هذا الفرق فكرة العمود في المؤتمر الصحفي تحدث عن المنتخب التاجكي وتحدث عن التواجد يعني مبارياته وهي حافلة منتخب النشامة يسعد الحافلة ويسعد اللي فيها فالتحدث عن هذه ورح نرجع لي لما نحكي عن المنتخب أو نحكي عن المؤتمر الصحفي وتصريحات العمودة في هذا المؤتمر اللي يعني تصريحات رفع فيها المعنويات بشكل كبير الأردنيين كلهم أنظرهم لأستاذ عمان اليوم ودعم سمو ولي العهد كان كبيرا بل كبيرا بشكل أثر ورفع المعنويات للمنتخب الوطني كان موجود معهم بزل اللعب معهم هذا شيء كثير يبدل أنه الأردنيين جميعا من القيادة وحتى بأقصى المحافظات أصغر شخص صحيح بأقصى المحافظات وكل المحافظات مع هذا المنتخب الذي في هذه الحافلة الذي تأتينا على الهواء مباشرة التي ستدخل الملعب وسنكون معكم في هذه المباراة دعم الحكومي واليوم حتى عثمان سنة نسمع أن الحكومة قاعدة تبحث وتتناقش أنه يكون في ملعب كبير وليق بها الجماهير شوف أنت لما تصل لمراحل متقدمة في كرة القدم الآسيوية وتشوف مدى الاهتمام اللي حصل للمنتخب الوطني في بطولة آسيا وتشوف مدى الفرق كلها كيف بتتعامل معنا وكيف حتى الجمهور الفرق كيف صار يتعامل معنا فبالتأكيد هذا كله بنعكس إيجابا على كرة القدم الأردنية لكن إحنا دمنا نحكي بأهمية كرة القدم أهمية كرة القدم مش فقط رياضيا يعني إحنا على الأغلب يمكن منشوف بلدان كثيرة في الوطن العربي وغير الوطن العربي معظم عملها رياضي في عملية التسويق والسياحة الرياضية وبالتالي كرة القدم هي عبارة عن منفس للشعب الأردني ومنفس للشعوب الأخرى فإذا إحنا نقدرنا نعمل المنفس هذا بشكل أكبر وبشكل أوسع أكيد رح نوسع القاعدة أكيد رح يتوسع الاهتمام موضوع الاسبونسرات رح يزيد طول ما الحكومة كل الدول المتطورة في كرة القدم أساس المطورين فيها هي الحكومة وليس الأندي والاتحاد فبالتالي إذا الحكومة بحثت عن تطوير كرة القدم باعتقادي بشكل كثير كبير رح نشوف تغيير جدري في كرة القدم سواء أندي سواء اتحاد سواء فئة عمرية سواء منتخبات فإحنا نستحق أنه يكون عندنا كرة قدم محترمة لأنه إحنا منملك الإمكانيات البشرية الهائلة جدا إحنا منفتقد الإمكانيات بنية تحتية نعم فإذا الحكومة قدرة تتأمن هاي المتطلبات لكرة القدم رح نروح في مكان كثير بعيد وإحنا منستحق بصراحة وعندنا هاي الإمكانيات يمكن هي الخطوة اليوم هي اللي بتبعدنا عن كل القرارات أو عن كل الإجراءات اللي ممكن تحصل مهمة جدا اليوم أو مباراة اليوم إذا تهنل الدور الحاسم رح هي التغيير بصراحة رح تكون بداية التغيير هي بداية التغيير يعني آسف فتحت الباب واليوم هاي مباراة هي رح تكون الخطوة الأولى إنها من أجل التغيير وإحنا بحاجة من أجل التغيير يعني فوز النشامة اليوم إن شاء الله يعني رح ينقلنا من مرحلة لمرحلة يلا طيب فيه طبعا الأردنيين في كل مكان يتجمعوا لحتى يتابعوا المنتخب الوطني متابعة كبيرة للمنتخب المتابعة واهتمام كبير لهذه المباراة معنا بدنا نروح لما بعرف إذا كاتيا جاهزة في أحد الأماكن خارج الملعب في أحد التجمعات اللي خارج الملعب موجودة لحتى تنقلنا الصورة من هناك أيضا سنعود لهناك ميسون وأيضا هناك أحمد السوالم وهناك صايل أيضا متواجدين بأماكن مختلفة ومثل ما بنشاهد الصورة من الجو ليستاد عمان لمحيط استاد عمان وبالتحديد لأماكن دخول الجماهير في نظام أو كان يتحدث فيه الاتحاد الأردن لكرة القدم أنه أماكن دخول الجماهير هو بوابات محددة سيدخل منها الجماهير يعني اللي بشوفنا الآن والآن بده يتوجه للمباراة وهناك طبعا بوابات محددة للجماهير ومن ثم الانتقال حسب التكت لبوابات الدخول للملعب طيب ما بعرف كاتيا جاهزة طيب إحنا كمان يمكن خلينا إذا كاتيا جاهزة ما بعرف طيب رح ننتقل لكاتيا وننتقل لشباب هذه صورة لقطات لدخول لاعبية المنتخب الوطني والجهاز الفني العموت محمد منغو وأيضا الجهاز الإداري والجهاز الفني والمدربين وأيضا لاعبية المنتخب الوطني نشام المنتخب الوطني نجوم آسيا 2024 نجوم الذين أفرحونه اليوم إن شاء الله رح يفرحونه ترجمة نانسي قنقر